من ضمن الاسئلة كنت عاوز اعرف هل الشركات والدولية بيشغلوا بس الناس اللي الجامعات الخاصة عندهم او الجامعات اللي من ثلاث حروف زي يعني الجامعة البريطانية والالمانية والامريكية الحقيقة لأ ولو مش مصدقني ومرة تانية دي من الاسطورات اللي طلعوا وانا عاوز اقول لكم انا اتكلمت مع وهو خريج الجامعة الامريكية وعاوز اقول لك هو وده باللسانه قال انه هو كان بيشغل ناس وده كان بيحصل دايما يعتمد خارجين دول وخارجين الايو سي والجيو سي وما عرفش ايه لكن بيقول لك دلوقتي الوضع تغيره وده على لسانه قال لك خارجين الايو سي بقى دولاتي كمان بقى عاوزين يعملوا يعملوا والحاجات اللي هي مشروعات النشئة عاوزين يعملوا مشروع مع نفسهم يعني وفده خلهم يبصوا على خارجين الجامعات التانية وعاوز اقول لك كاما انبهر وده من كلامه من الخارجين في المحافظات والشباب يقول لك ليبياك ولنجيل على حد تعبيره وفمن ساعاتها بقوا بيغيروا الكريتيريا دي وبقى ده فعليا موجود مش مصدقني ادخل على لينكد ان جيب شركة من الشركات الكبيرة ادخل على ركن الموظفين اللي فيها هتلاقي فيها ركن كده بص على الناس تلاقي خارجين انالفز بسيط كده خارجين جامعات حكومية جامعة القاهرة جامعة دمانهور والله العظيم بيشتغلوا ولو مش مصدقني بص فنصيحة بلاش تركز على ده وفي ناس على فكرة مش جي و سيو كان بيتقدموا فنصيح تركز بس انك تحسن من شخصيتك تحسن من شخصيتك دي مهمة جدا لانها بتتسفرك في الانترفيو تحسن من قدرتك في الانترفيو وازاي تقدر تقدم نفسك وازاي تقدر تحلل الانجليزي وتعرف تكلمة جزيب طريقة كويسة والارزاء على ولو ما كان رفضك ارجوك ما ترجعهوش بسبب ده قول فرصة كويسة وشوف ايه اللي انت غلطت فيه في الانترفيو او في المقابلة ولكن لا ترتكن الى هذا الموضوع وربنا وفقك واكتبلك كل خير بإذن الله